التقى رئيس الإدارة المؤقتة جيتاتشوردة مع السفيرة الأيرلندية لدى أثيوبيا برينان نيكولا في مكتبه في الأمس وفي مناقشته مع السفيرة تأمر الرئيس على الحكومة الأيرلندية وشعب أيرلندا للتبشير بهم عندما وصف المعاناة التي لا توصف التي مر بها شعب تيكراي على المدى السنوات الثلاث الماضية إن نوع الجرائم التي تم ارتكابها لا توصف على الإطلاق ولكن كانت الحكومة الأيرلندية في المقدمة ليس فقط للتنديد ولكن أيضا لمحاولة تسليط الضوء على محنة شعب تيكراي وبالطبع ليس فقط الحكومة الأيرلندية والمجتمع الدبلوماسي الأيرلندي ولكن أيضا والأهم من ذلك هو أصدقاؤنا الأيرلنديون الذين لعبوا دورا أساسيا في تعزيز غضية تيكراي وقالت السفيرة نيكولا من جانبها أنها تمكنت من مشاهدة الوضع المباشر على الأرض أثناء زيارتها للمدن الرئيسية في تيكراي وأضافت السفيرة أن زيارتها ساعدتها على فهم ما يمكن للحكومة الأيرلندية القيام به للقيام بدورها في إعادة تأهيل تيكراي وقالت أنه سيتم أيضا إطلاق برنامج لمساعدة النساء والفتيات في المنطقة الأكثر تضررا لقد كنا حريصين جدا على الاستماع إلى الشركائنا وشعبكم وعن الوضع في الإقليم منذ التوقيع على اتفاق وقف الأعمال الإدائية منذ عام واحد وقد لقي ذلك ترحيبا كبيرا من قبل المجتمع الدولي بما في ذلك أيرلندا على الأقل بعد الاستقرار في الإقليم سمحت ببدء برامج التعافي وإعادة التأهيل والمصالحة أنا هنا أيضا لأرى ما يمكن أن تفعله أيرلندا لدعم الإقليم فيما يتعلق بإعادة تأهيلها وتعافيها ولكن من الواضح أنه نظرا لوجود المزيد من الاستقرار فإننا حريصون جدا على التحرك نحو التعافي والاستثمار في تنمية طويلة المدى سنطلق برنامجا لدعم النساء والفتيات بشكل خاص اللواتي تأثرن بالأزمة خلال العامين الماضيين وأضافت السفيرة نيكولا أنها ناقشت مع الرئيس التقدم المحرز بعد التوقيع لاتفاقية بريتوريا للسلام وقالت أن النازحين في وضع صعب للغاية حيث أن لديهم مطالب بالملاجئ والغذاء والشفاء من الأزمة لقد التقيت للتو مع الرئيس الإقليمي جيتاتشوردة وتحدثنا عن الوضع الحالي في الإقليم بعد اتفاق بريتوريا والتقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ الاتفاق وكان هناك تقدم ومن الجيد حق الرؤيته ولكن لا يزال هناك عدد من الخطوات والتحديات وتحدثنا أيضا عن تلك التحديات مثل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية والتحديات التي واجهها النازحون الذين التقين بهم في مدينة الشرع لذلك شهدنا بالفعل الظروف التي يعيشون فيها والتحديات التي يواجهونها إن النازحين في وضع صعب للغاية لأن احتياجاتهم هي المأوى والغذاء والشفاء من الأزمة واعتقدوا أنه ليس فقط من النازحين ولكن من الأشخاص الآخرين الذين التقين بهم والشركاء الذين شاركوا في الأيام القليلة الماضية سمعنا أن الناس يحتاجون حقا حان الوقت للشفاء وأن الجميع أصيبوا بصدمة نفسية مما حدث في العامين الماضيين وأنهم بحاجة إلى وقت أعتقد أنهم عن نازحين على وجه الخصوص فإنهم في حاجة ماسة في الوقت الحالي إلى الغذاء وكان أحد طلباتهم الرئيسية ويشعدنا جدا أن نعرف أن توزيع الطعام في تيجراي سيبدأ مرة أخرى قريبا لذا نأمل أن لا يضطر إلى الانتظار أيضا لفترة أطول بكثير حتى يحصل على إمدادات المعونة الغذائية الروتينية المنتظمة من خلال النظام الإنساني ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا